السلام عليكم المكونات معانا عبارة عن ايه معايا هنا كوب عياري من الطحينة الخام ياما نعملها في البيت او نشتريها جهزة واللي هنشتريها جهزة دي تكون معمولا من السمسم الصافي من غير اي زيود والكوب العياري من الطحينة ده يساوي 250 ملي من الطحينة وكمان معانا هنا كاكاوي يكون طبعا بني غامق غير محلة وهنستعمل كمان معانا هنا زبدة معايا 3 قطع من الزبدة وزن القطع 10 جرام يعني هنستعمل 30 جرام من الزبدة وكمان زيت جوز الهند وده بيدي طعم حلو قوي للفاجي ولو مش موجود مفيش مشكلة ممكن نستغنى عنه ومعانا سكر استيفيا وكمان فانيليا سيلة وده النوع اللي انا حاليا بستعمله مناسب للكيتو دايت وهناخد كمان رشة ملح بسيطة اما بالنسبة للجيلاتين ده النوع اللي انا بستعمله هناخد كيس وزن الكيس الـ 11 جرام بما يعادل معلقة كبيرة من الجيلاتين الحيواني وطبعا يكون غير مناكة وكمان غير محلة وده النوع اللي انا بستعمله ده المعلومات الغذائية بتاعته مناسب للكيتو دايت وبالنسبة للناس اللي بتيجي تقوللي ان الجيلاتين حرام يا جماعة ده مكتوب عليه حلال ومعمول من جلد البقر يعني مش حرام ولا حاجة هو مناسب جدا واستعمله مفيش اي مشكلة دلوقتي هنبدأ نعمل الطريقة مع بعض هنجيب دلوقتي قصرولة او اي اقناء يكون عميق شوية وهنحط فيه دلوقتي كوب الطحينة بما يعادل 250 ملي من الطحينة خدوا بالكو احنا لسه ما شغلناش نار البتجاز وهنضيف دلوقتي على الطحينة 3 قطع من الزبدة وزن القطع 10 جرام يعني هنحط 30 جرام من الزبدة يعني ساوي 3 معالق كوبار من الزبدة ودلوقتي هنشغل نار البتجاز على نار متوسطة ما تخلوشه النار عالية وهنضيف كمان دلوقتي السكر وهنا السكر يا جماعة حسب الرغبة هنضيف من سكر استيفيانة معلقتين كوبار مليانين واحنا بنزود السكر شوية علشان الكاكاو مر وكمان الطحينة مش مسكرة فانا هزود السكر هحط معلقتين كوبار وكمان هنضيف دلوقتي غطى من الفانيليا السيلة وهنحط بين صوابانا رشة ملح بسيطة ودلوقتي هنقلب المكونات كده على نار هادية لغاية لما الزبدة تدوب معانا بالشكل ده وبعد ما الزبدة دابت معانا هنحط دلوقتي معلقتين كوبار مليانين من الكاكاو الخام وطبعا يكون غير محلة وكمان هنضيف بنفس المعلقة اللي حطينا بيها الكاكاو هنحط تلات معالق كوبار مليانين من زيت جوز الهند وفايدته هنا ان هو بيدي طعم حلو قوي للفاج لكن لو يا جماعة مش موجود زيت جوز الهند ممكن نستغنى عنه خالص وبعد ما حطينا الكاكاو وزيت جوز الهند هنقلب كده لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس واول ما الخليط يبدأ ان هو يسخن معانا كده هنحط اخر حاجة معانا وهو الجيلاتين هنحط كيس من الجيلاتين ووزن الكيس ده 10 جرام بما يعادل معلقة كبيرة مليانة من الجيلاتين وهنقلب دلوقتي بسرعة كده علشان الجيلاتين يدوب وما تحطوش يا جماعة الجيلاتين والخليط لسه بارد ما تحطوش لو هو سخن علشان يدوب معانا بسرعة ودلوقتي هنقلب باستمرار كده من المرحلة دي هنقلب باستمرار مش هنسيبه ابدا لغاية لما يبدأ ان هو يغلي معانا ويطلع فققيع بالشكل ده في المرحلة دي دلوقتي هنهدي النار خالص نخليها النار هادية جدا ما تخلوهاش عالية ولا متوسطة لا على نار هادية ونقلب باستمرار كده على طول ما تسيبهوش على النار يا جماعة علشان ما يتحرقش واول ما يبدأ ان هو يفور معانا ويطلع فققيع بالشكل ده في المرحلة دي ممكن نحط مقصرات على حسب ما انتو عايزين والخطوة دي مش اساسي ابدا دي على حسب الرغبة فانا هحط دلوقتي حوالي معلقتين كبار من اللوز المتقشر ممكن تحطوا اي حاجة انتو عايزينها او ما تحطوش على حسب ما انتو عايزين وهنرجع تاني نقلب باستمرار كده لغاية لما يبدأ ان هو يفور معانا وكمان تحسوا ان القوام بتاعه تقل بيكون معانا بالشكل ده هوريكوا دلوقتي القوام بتاعه بالمعلقة بيكون معانا كده هنقفل دلوقتي نار البوداجاز وهو كده جاهز معانا هنجيب دلوقتي قالب سيليكون او اي قالب تاني بس لو هتستعمله اي قالب ما هو السيليكون تحطه تحت كده ورقة زبدة فانا دلوقتي هجيب قالب سيليكون وحط فيه دلوقتي الخليط بتاع الفدش بيكون القوام بتاعه عامل معانا كده وبعد كده هنسيبه لغاية لما يبرد شوية وبعدين بنحطه في الفريزر بس انا حابة ان انا حط عليه من فوق كده شوية من اللوز وده طبعا اختياري ممكن ما تحطوش ابدا للوز ولا اي مقصرات على الوش هو بيكون طعم حلو قوي من غير اي حاجة فالخطوة دي برضو اختياري فانا هحط على الوش كده شوية من اللوز من فوق ممكن تحطه اي حاجة انتو عايزينها او تسيبوه سادة وبعد ما حطيت اللوز كده عليه من فوق بنسيبوه يبرد بقى وبعد كده بنحطه في الفريزر اقل حاجة خالص ثلاث ساعات وبعد كده بنطلعه الفريزر يا جماعة مش التلاجة بنحطه في الفريزر اقل حاجة خالص ثلاث ساعات او لغاية لما القوام بتاعه يمسك معانا خالص بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي بيكون معانا بالشكل ده وبصراحة انا سبته تقريبا خمس ساعات او اكتر هو كده خلاص بقى متماسك هنقلب دلوقتي القالب وهيطلع معانا بمنتهى سهولة لان انا مستعمله قالب سيليكون ولو مستعملين قالب عادي لازم تحطه في القاع من تحت ورقة زبدة ويفضل طبعا في الفرج لان هو بيسيح معانا بسرعة ان احنا ناخد منه على حسب ما احنا عايزين يعني مش لازم ابدا ان انتو تقطعوا الكمية كلها وتقدموها لا اصبوه في الفريزر كده وبخدوا منه وقت ما انتو عايزين لان هو بيسيح بسرعة قوي دلوقتي انا هبدأ ان انا قطعوا قطع على حسب ما انتو عايزين الحجم بتاعه فانا دلوقتي هقطعوا على شكل مربعات كده طبعا قطعوه بالحجم اللي انتو عايزينه وزي ما قلتلكو يا جماعة الفرج ماينفعش يتحط في التلاجة يلازم يتحط دايما في الفريزر وتاخد منه وقت ما انتو عايزين دلوقتي بعد ما قطعتو بيكون معانا بالشكل ده جميل جدا ومتماسك بس صعيب وبس ان هو بيسيح معانا بسرعة فلازم نحتفظ به دايما في الفريزر وانا قدمت معاكو بطريقة بسيطة جدا طبعا قدموه بالطريقة اللي انتو عايزينها ويلا بينا بقى نقول بسم الله كده وندوق واحدة مع بعض شايفين يا جماعة شكله جميل جدا وبصراحة طعمه اكتر من رائع تاخدوه كده مع فنجان قهوة بصراحة جميل جدا وبيدي طاقة وباور وطعمه ان شاء الله هيعجبكو قوي وكده انا عملت معاكو فتج التحينة بالشوكولاتة مناسب للكيتو دايت والمرضى السكري المتبعين لنظام الكيتو وكمان لمرضى حساسية الامحو وحساسية اللبن من غير اي نوع حليب ولا حتى كريمة وكمان من غير شوكولاتة ومن غير فرن طريقة تحضيره سهلة وطعمه جميل جدا اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم حلوة علشان يوصل لاكبر عدد من الناس وبالف هانا وعافية ترجمة نانسي قنقر